السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بيكو شباب وبنات الثانوية عامة على قناة فرينشاوي انا وليد مصطفى وهقدم لكم في الفيديو ده ان شاء الله حل امتحان الثانوية العامة في السودان 2019 الدور الاول خليكم معنا الوثيقة الاولى اونيتي في الصيف شاك فوندردي كل جمعة يوسف اي سا فامي يوسف وعيلتو وان شهي لغران باران الالكسندري بيروحو عن دي لغداد في الاسكندري يل پر تنخين بانطلقو في القطار اى 7ه دو متن الساعة سبع السبح اي اعرى اى 10ه او بيوصل الساعة عشر تتلافامي كل الوسرا پرانوا بتتديجوني تتناول الافتار وغران بلقان في البلقان الكبير qui دون sur la مر التي تتطل على البحر يوسف اي سا سر ايا يوسف وعط ايا يسارى مع ال rodeس وoga يوسف وعط ايا بالجاب مع ابن وベنت الغيران ساو بuely慢 ي gouغد لغيران ساوه يريد فوق جنه بابا يضي الوات ب spottedوا في الحده أو في الكلم مع ا�� في السلام ممان التع travelled كل عليه ع مليا به هم يريده في البحر ريفه أ بعد الحس니다 كل الأسرة بتتفسح على الكورنيش السابت الصبح الساعة 8 تعود إلى القاهرة وينتظرون الأسبوع المقبل مطلوب أن نجاوب على 6 جمل بس تلقائيا المفروض أنك تجاوب على كل الجمل عائلة يوسف تسكن هو الأكيد أن عائلة يوسف لا تسكن في الإسكندرية ولا تسكن في البلكون أكيد تسكن في القاهرة علشان بيروح يقضوا الويكيند أو يوم الجمعة في إسكندرية الإجابة الصحيحة هنا هي أوكير يوسف بيذهب إلى الإسكندرية مع جرانه أكيد بيروح مع أخته ووالديه يوسف ويا بيلعبوا مع أطفال الجران أو أبناء الجران الإجابة الصحيحة ماما والجران مار الأم والجدة لا بيتناولوا الإفطار على الكورنيش ولا في الصالون ولا في البلكون هو هنا قال البتي دي جنيه دون لغران بالكون في البلكون الكبير طبعاً أو بالكون يوسف ويا سا فاميه فان شاء لغران باران شاك بيروحوا عند الأجداد كل إيه كل أسبوع ولا كل يوم ولا كل شهر طبعاً كل أسبوع عرفنا منين لإنه قال لا سمان بخشان في انتظار الأسبوع القادم بعيداً كل أسبوع كل يوم جمعة بيروحوا يقضوا اليوم ده هناك الساعة خمسة بعد الظهر الساعة خمسة بعد الظهر العائلة يوسف الساعة خمسة بعد الظهر العائلة إيه سوب خمين سور لكورنيش جوب تلعب إيه تا لكوزين تكون في المطبخ سوب خمين تتنزى طبعاً الإجابة الصحيحة هي سوب خمين يوسف وعائلته يعودون إلى القاهرة بيرجع القاهرة إمتى؟ فيندردي متى الجمعة الصبح لا هما بينطلقوا من القاهرة الجمعة الصبح سمدي متى السبت الصبح سمدي أبري ميدي السبت بعض الظهر هو هنا قال لي السبت الصبح الساعة 8 يبقى سمدي متى بالنسبة للوثيقة الثانية سيلو فيندردي إنه يوم الجمعة توت لا فامي كل الأسرة اتوا سوبر مارشي في السوبر ماركت ما مير اتوا ريان دو لعونت ماما في قسم اللحوم بوغشتر دو كيلو عشان تشتري تنين كيلو مان پير اتوا مع مان پتي فرير پول بابا يمع خوير سوغير پول أريان دو بوسان في قسم المشروبات بوغشتر عشان اشترو ان جو دو فخوي اده سوضا اشترو عصير فواكي وصوضا موا جو سوي عشان مع سوغ بولين أنا مع أختي بولين أريان دو فخوي في قسم الفواكي اده لجوم والخودراوات بوغشتر دو پوم عشان اشتري توفح دو ريزان وعنب بوغشتر دو تلا فاميلي إن كل الأسرة بوغشتر سوضع اللعنب في قسم please ح이고 حيث يجب ذلك أمي مع أبي حيث يجب الزمان في القسم المشروبات لا أمي ليس مع الأب كل أحد يوجد أمي أمي اسمها Pauline لأنه خائفة الناس فتبقى أمي فأنا فأنا تتسقط الأسرة تقرأ الفواكه فقط لك أن تتحدث عن أسرة وكذلك تتحدث عن أسرة باروح النادي مع عائلتي عائلتي تتكون من أربعة أفراد عشان بتكلم على عائلتي ما قداميش اختير غير أن عائلتي تتكون من أربعة أفراد تسأل شخص ماذا تحب في المدرسة هو هيرود يقول بحب المث والرياضيات والعلوم دي الإجابة الصحيحة بحب الفواكه والغاتو مالهاش علاقة بالمدرسة بحب السينما والميزيك مالهاش علاقة بالمدرسة صديق يتحدث عن التقس في الشتاء الدي هو هيقول طالما التقس في الشتاء يبقى الجو بارد أو التقس بارد هنا الفيل الدفور هو بيعمل الواجب الفيل الكورس هو يتسوق ملهمش أي علاقة بوصف القو أنا مي فو دماند كمان صديق يسألك كيف تقضي أوقات فراغك و ديت انت هتقول دي الإجابة الصحيحة مالهاش مش أكشن بعملها ده تعبير عن الميول مش تعبير عن اكتيفيته صديق يصف غرفته هنا واحد بيوصف القوضة بتاعته هيقول هنا مش بيوصف الغرفة ده كده بيوصف البيت هي مريحة وتطلع على الحديقة دي الوصف الصحيح للغرفة غرفة أبي تكون كبيرة هو هنا بيوصف غرفته هو مش غرفة أبي يبقى الإجابة الصحيحة هي الإجابة دي لكي تسأل عن الساعة نقول كالي لا دات ما هو تاريخ لا كالجور سامنو ايه اليوم اللي احنا في النهاردة برضو لا كالهور يتيل كم الساعة بسؤال من أول سانوي أنا مي فو دماند صديق يسألك عن وسيلة مواصلاتك المفضلة و ديت انت هتقول وسيلة مواصلات القطار الرجل والإطفاء لسينما طبعا وصلة المواصلات الوحيدة هنا هي أنا مي فو دماندو سكو ووز اجتي aux غيين دي بواصل و ديت صديق يسألك عما تشتريه من قسم المشروبات انت هتقول فن المشروب الوحيد هنا ان جو دورانج عصير بورتقال هنا كيلو لحمة و هنا كيلو جمباري ما لهم شعلاقة بالمشروبات ان كاماراد parle دلا پخوشيون ده صان وننكل صديق يتحدث عن مهنة عمه الدي هيقول إيه إلي جران إبغان هو طويل و أمحي إليه فرماسيا هو سيدلي دي الموظيفة اللي هنا إليه سوداني هو سوداني دي جنسية مالهاش علاقة بالوظيفة فو دوني فوت خافي انت بتعطي رأيك سير لاتيني دو فوت خصير في لبس أختك فو ديت انت هتقول سي سوپير لوماتش دو فوت رائع أوي مبارد كرة القدم دي جام بيان تغب أنا عجبني أوي الفستان بتاعك دي الإجابة الصحيحة إلي بيان غونجي هو يكون مرتب الإجابة الصحيحة هتكون جام بيان تغب عجبني أوي الفستان بتاعي بالنسبة لأسئلة الجرامير نقطة متان هنا الزمن بتاع الفيرب الزمن اللي متصرف فيه الفيرب هو تصريف فيرب ألي في البرزان زيئة فيرب تاني في المصدر وهو فيرب ألي يبقى دا تركيبة على بعضها اسمها إيه؟ اسمها فوتور بروش عايزين كلمات تدلع عن المستقبل أمس الآن غدا طبعا دوما هي الإجابة الصحيحة نقطة فاتيو بوغ فير دو سبوغ تذهب أنت لكي تمارس الرياضة أكيد أين أين تذهب لتمارس الرياضة؟ ما ينفعش كل ولا ينفع كي إلى مال هو يشعر بألم كلمة جمعة هتاخد أو أصدقائي وخبو لك إنها أصدقاء جمعة مذكر يكونوا جمعة مذكر دي مفرد ودي جمعة مؤنف الصفة اللي هنا هي جونتي اللي أخرها اس جمعة مذكر نقطة إكيب إتكسيلانتة كلمة إكيب كلمة مفرد مؤنف عشان كده جايب لك الصفة إكسيلانت فيها أ طب الكلمة المفرد المؤنف دي هتاخد مين؟ هتاخد ما بس ما أخرها حرف فويل اللي هو أ ودي أولها حرف فويل اللي هو أ ما إيكيب مش هتمشي هنشيل ما ونحط مكانها ما تفقنا في القاعدة دي إن الكلمات المفرد المؤنف تاخد صفات الملكية المذكر إذا كانت مبدوقة بحرف فويل دي نقطة مهمة لازم ناخد بالنا منها لا ناتاسيون السباحة نحن نحب كثيرا نحن نحب لا ناتاسيون مفعول مباشر حط مكان لا هجاء أكتب لا هلقي الفيرب أول حرف فويل هتحاول إلى إلا أباستخف مي پاغان والدايا بابايا ومامتي دي كلمة جامعة أخد بالك بتسوي إل افك اس دي پاك تيغ وجاي بعديها نقطة ود وفعلة في المصدر طالما عندك د وفعلة في المصدر يبقى لازم يكون مكان النقطة هنا تصريف فيرب فينيغ علشان دي تكوينة أو تركيبة لباسي ريسان فيرب فينيغ بتصرف مع إل افك اس فيان دي پاك تيغ لسه منطلقين أو مسافرين إلى فرنسا إيلاني هو ولد وشهر الشهور بتاخد ان ان ديسمبر لسه منطلقين أو فوت تاخد او طبعا جوة أو فوت نقطة سلاف آ سيزهر دي ماتن الفعل دا متصرف مع مين متصرف مع إل أو أل في المفرد فين إل أو أل ما فيش اللي بيسويهم مين في تصريف الفرب ان ان سلاف لو قلت جو هتبقى جو ملاف لو قلت نو هتبقى نو نو لفا بالتالي ان وهي الاختيار الصحيح بحب الرياضة بعملها كل الأيام أو بمارسها كل الأيام طب تعالى نشوف هاياخد حرف إيه وراء كلمة مفعول مسبوق طالما مفعول مسبوق هنعود عنه بمين بي أن بعمل أحب الرياضة جو جو جم فيه او مارسها كل الأيام بعمل وينوصل لال إميل اللي بيقول سالو كسكة تفكو كوم مسبوق ماذا تمارس كرياضة لو عايز تعمل قملة تانية دا ستقول مواخد نفسي الكلام دا بالزبط بحط نقطة هنا وتعمل لي إخطاء فالتحق تعمل قملة تانية بس أنا عملت الإجاب تين في قملة واحدة هو هنا بيقول حقيقا هنال قملة بطريقة ثلاثة قملة كاملة يفضل أنت تعمل ثلاث جمال كاملة عشان محدش يتلاك كاك لك بالنسبة للموضوعات عندي موضوع الأول إكري فيه سين فراز إكتب خمس جمال pour parler de votre temps de l'وزير عشان تتكلم عن وقت فراغك هتو تستخدم كلمات النادي والأصدقاء وفار pendant mon temps de l'وزير أثناء وقت فراغي جاء مالاء أو كلب أحب أروحي النادي جو جو أو فوت avec mes amis بلعب فوتبول مع أصدقائي ممكن أتسوق مساء جو 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 فيديو بفضل ألعب الفيديو جيم جيكوت دو لا ميزيك بس مع موسيقى جي رغارد دي فيلم بتفرق على أفلام وعيش أول كل اللي انت نفسك فيه طالما وقت فراغ يبقى بتعمل حاجات اكتفتي من بتاعة أوقات الفراغ الموضوع التالي إلصف وجباتك قوتيديا اليومية في خمس جمال ابتدهينار ابتدهينار دينير لحيثة للغدا وعها جو بقى 4 باشدار أطرت إلصف جديد في خمس جمال لحيثة للغدا بعض الحائصة والومج ثم أمشم جميع آسف وابستدهينار في خمس جد أمشم لحيثة للتواج أو الشيط مع ريض جميع أو المحاب مع أرز أو باسياً وطرتRes فيذ قم سيديد لحيثة للغدا من خمس جميع آسف بتناول زبادي وبتناول او بشرب عصير فواكه طبعا انا مكتر عن خمس جمل بس مفيش مشكلة كلها نفس الافعال يعني الموضوع بسيط بتغير كلمات مش اكتر وكده يبقى خلصنا الامتحان السودان الدور الاول 2019 طبعا امتحان سهل جدا ان شاء الله انتظرونا في فيديو جديد مع امتحان جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته